اشتركوا في القناة او الزير بوينت زي ما احنا نتكلم فيها خاصة ان اردنا ان نبني اي مجتمع من مجتمعات الشتات بعد الحروب وبعد الضمار اللي احنا بنشوفها في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق الى اخره الى اخره الى اخره كل مجتمع من هذه المجتمعات لقيادة في لابد يكون في قيادة في مجلس معاهم في كيف نحدد الوجهة والاتجاه وكيف نحدد المصار بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه وكيف نضمن استمرارية ضمان استمرارية المصار وكيف بعد كده نجمع الموارد والمقدرات بتاعت المجتمع ثم نعيد تحويل المصار مرة اخرى لتوزيع الموارد والمقدرات وبناء المجتمعات ثم بناء التواصل بناء المجتمعات اقولهم تاني نرجع تاني من الاول سريحة الاولية يبقى هنبدأ من نقطة الصفر هم حوالي عشر نقط نقطة الصفر اللي هو ارقائد الرئيس او المجموعة اللي هتقود المجتمع بعد كده المجموعة دي هتحدد الوجهة والاتجاه وتعمل ادارة للمصار تضمن استمرارية المصار بعد كده السريحة التانية تجمع الموارد والمقدرات تعيد تحويل المصار مرة اخرى توزع الموارد والمقدرات تبني المجتمع والمجتمعات المختلفة وتواصل بين المجتمعات نبدأ من الاول اللي هو البعض كده اذا نظرنا للمنظر ده المنظر ده انا رسمته امس وانا مسافر من برمنجام لندن في القطر وده القائد بعض الناس قد ينظر الى هذا الشخص على انه رجوز او الرجل الضحك في السرك ابدا هو ليس بهذا كل الالوان المختلفة دي بتدل على انه يعي الثقافات المختلفة في المجتمع النفسه ويعي التنوعات المجتمعية المختلفة الالوان الخضرة والسودة والصفرة والبنبي والبصلي الى اخره الى اخره بتاعي ان هذا القائد او هذه القائدة يستطيع ان يدرك المتغيرات المجتمعية داخل المجتمع اما الخطوط الطويلة والخطوط العرضية دي كلها بتاعي تدل على ان هذا القائد او هذه القائدة قادرة على استيعاب التغيرات المناخية المجتمعية يبقى يعرف التنوع المجتمعي ويعرف او تعرف التغيرات المجتمعية التي قد تطرق على المجتمع نفسه وهو مش من سورة بلياتشو او سورة كلاهون يعني اراجوز او او لا ابدا ده شخص قادر على استيعاب التنوع المجتمعي واستيعاب التغير المناخي المجتمعي كذلك هذا الشخص او هذه المرأة ستكتمع ببعض من تثق فيهم او بمن يثق فيهم من هذه القيادات الى ان يبنوا رؤية يعني الشخص اللي احنا شفناه في الصورة الاولية ده دل 8 اشخاص دول او 9 اشخاص او 5 اشخاص او 4 اشخاص حيكتمعوا سويا يحددوا معالم رؤية توجههم لبناء المجتمع نجد هنا في الاسهم الكثيرة دي تدل على على ايه تدل على الخلاف البين ما بين هذه المجموعة في اين يذهبوا يذهبوا في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه ام في هذا الاتجاه الى اخره الى ان يتفق الجميع ومعهم القائد او القائد هنا على انهم حيتجهوا في اتجاه واحد كلهم فلابد أن يكون هناك توافق ما بين المجموعة التي اخترها القائد لكي تشكل اللحمة الأولى في بناء القيادة المجتمعية على أن يتوجهوا إلى اتجاه واحد الفترة دي الفترة ما بين أن القائد بيحاول يضع رؤية أو يجد من يساعده في هذه الرؤية من يسميهم المجموعة المتماسكة التي سيبني المجتمع قد تستصل من سنة إلى سنتين يبقى الفترة دي الصورة الأولية والصورة الثانية قد تصل إلى سنة وسنتين ودينا نسميها الزيرو لنقطة الصفر حتى نقطة الصفر ها مش ضربة حز كده نقطة الصفر في التفكير والتخطيط والمنقشة فيها قد تصل من سنة إلى سنتين اللي بعد كده ننتقل من نقطة الصفر للمسار الأول لمن المرة واحد خلاص عرفنا احنا رايحين كلنا في اتجاه واحد وكلنا رايحين هنا هو المكان ده المكان المدور الكبير ده اللي كلنا من كل الاتجاهات من كل المدن من كل القرى من كل المحافظات من كل الشوارع متجهين إلى مكان واحد عن طريق اللي هما التوجه بتاعنا ان احنا حنبني المسار هنا بقى النقطة دي لحنا نتكلم عنها الى بناء المسار وضمان استمرارية المسار ودي بتاخد حوالي من أربع سنين إلى خمس سنين وده معناه ايه ده الوعي المسار مش كبري المسار مش حارة المسار مش طريق ممكن ننجزه في سنة أو ستة شهر أو سنتين لأ المسار هو رفع مستوى الوعي عند المجتمع نفسه لذلك اللي هو الاتجاه وبناء المسار وده ما نستمرد بناء المصار ده فطرة رفع الوعي عند المجتمع بكافة اطياف مجتمع جاهل مجتمع غير مدرك مجتمع غير واعي مجتمع غير متعلم الى اخيري الى اخيري فلابد المجموعة اللي اتقت ارجع للسرعة الى قبل كده لو سمحت المجموعة دي كلها بعد ان حددت سويا توجه هنا هو ترجع كل واحد في يوم للمنطقة اللي هو جاء منها لكي يرفع الوعي داخل المناطق بتاعته والاحياء بتاعته يعني هنا المصار ده زي ما انا قلت له كبري وله طريق وله اي حاجة هو رفع الوعي المجتمع لدى المواطن رفع الاستمرارية وده فطرة دي تاخد لها من اربع لخمس سنوات ممكن بعض الناس فيها يجي من اي محافظة من المحافظات او من اي قرية من القرى او من اي مدينة من المدن وينجزوها في سنتين او ثلاث سنين لكن لابد تكون عمرية استمرار ورفع الوعي مستمرة لكي يدركه كل المتغالي المجتمعية الداخلية والخارجية ثم بعد كده بتيجي للنقطة الرابعة اللي احنا في النص كده تلتقي كل هذه القيادات مرة اخرى ارجع ارجع تاني انه هو تلتقي كل هذه القيادات التي رفعت الوعي المجتمعي واصبحت المسارات المجتمعية لبناء اعادة بناء المجتمع مرة اخرى مرتفعة وواضحة عند المواطن عند كل المواطن سواء كان هذا المواطن متعلم او غير متعلم فتلتقي هنا لماذا في النمرة الرابعة لكي تجمع كل القدرات والطاقات والمقدرات في طاقات اجتماعية طاقات سياسية طاقات مادية كل هذه الاشياء فنجتمع هنا هو يجتمع كل هؤلاء المنشغلين باعادة بناء المجتمع مرة اخرى في هذا المكان او في هذه النقطة لكي توضع كل مقدرات المجتمع مجتمع ايه هي المقدرات الموارد المائية الموارد البشرية الموارد المعادن الكنوز الى اخرى الى اخرى الى اخرى هنا أيضا نعرف قدرة وقيمة وفعالية المجتمع اللي احن نبنيه سواء كان هذا المجتمع صحراوي أو كان هذا المجتمع الزراعي أو هذا المجتمع جبلي أو هذا المجتمع ريفي إلى آخره أو هذا المجتمع بحري يعني معتمد على الصيد إلى آخره أو هذا المجتمع يتكون من أشياء اكتريا كده كل هذه الأشياء توضع هنا ويعرف من أن هذا المجال مثلا ده هدي يأتي محافظة معينة ودي محافظة أخرى ودي محافظة قد تكون في بعض المحافظات أغنى من المحافظات الأخرى وبعض المدن أغنى من المدن الاخرى وبعض القرى أغنى من القدرة الأخرى فتوضع كل هذه المقدرات على الطاولة لكي نستطيع تحديد مقدرات المجتمع كاملا لكي نعادي تستثمر مثل هذه المقدرات في اعادة بناء المجتمعات التي ستبنى على مصار الوعي ومصار الفهم ومصار الادراك يبقى النقطة الاولى اللي هو النقطة الصفر تكلمنا عنها اللي هو القائد والمجموعة بتاعته النقطة الاولى اللي هو تحديد الاتجاه النقطة التانية والتالتة اللي هو بناء المصار اللي هو معناها رفع الوعي المجتمعي والادراك النقطة الرابعة اللي احنا قلنا عليها وضع كل المقدرات على الطاولة لمحاولة معرفة كافة مقدرات المجتمع الذي نعيش فيه الشريحة اللي بعد كده ودي بتاخد ارجع تاني لو سمحت يبقى احنا قلنا النقطة الاولنية زيرو بتاخد سنة سنتين ارجع خالص عشان بس الناس تعد معايا النقطة دي واللي قبلها بياخدوا من سنة لسنتين بعد كده النقطة دي بتاخد من اربع لخمس سنين في بناء الوعي المجتمعي النقطة اللي هي اربعة بتاخد من سنة اربعة دي بيكتمعوا هنا ويتنقشوا في اقل يعني ما بين سنة الى سنتين يروا كل مقدرات المجتمع اللي هما عايشين فيه في نفس الوقت السنة والسنتين دول بتكون عملية استمرار عملية رفع الوعي المجتمعي والادراك المجتمعي مستمرة يبقى الوعي هنا هو هيكون من خمس سنين لسبع سنين ليه لان الوعي ده اكبر واخطر نقطة في بناء اي مجتمع مجتمع جاهل لا يعرف مقدراته ولا يعرف توجهاته ولا يعرف ان القادة بتوع افقين او غير افقين سنضيع وتضيع مقدرات كلها لذلك هنا بناء الطريق ده اللي هو الوعي اربعة خمس سين زائد نفس الموضوع المنظومة ستستمر تبني الوعي وتربني الادراك هنا في خلال تقسيم او اعادة تقسيم المقدرات التي جمعت او التي عرفت والتي عرفها كل القادة المجتمعيين اللي جايين من كل ايه مكان في المجتمع النقطة الخمسة النقطة الخمسة والستسة ان احنا بعد ما عرفنا قيمة المقدرات اللي عندنا كل كل انوع المقدرات او القدرات اللي موجودة في الدولة او في الوطن عندنا بنحدد نسبة انفاق في كل مجتمع نريد ان نقيمه على دفاف هذا الوعي المجتمعي بمعنى ايه بمعنى اذا كان عندنا هنا اكس تجمع في اربعة فالاكس ده بيضع ويوزع على هذا وهذا 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 لاسه بالتساوي ولكن بحسب قدرة المجتمع على او هذا قدرة قادة على بناء المجتمعات اللي هي الصفرة دي اللي احنا نتكلم عنها نعايزين في النهاية نبني المجتمعات الصفرة يبقى نمرة خمسة اننا هنعيد نمرة خمسة هنعمل فيها ايه اه 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 نعيد توجيه المقدرات اللي احنا جمعناها بنسب تتفق مع ما يحتاجه كل المجتمع نريد ان نبنيه سواء كان هنا او هنا نمرة ستة اللي هي دي ودي بتاخد لها نمرة خمسة بتاخد لها خمسة وستة بيخدهم سنتين ونمرة ستة اللي هو ادارة ادارة توزيع هذه المقدرات لبناء المجتمع اللي حنبنيه هنا هو ادارة توزيع المجتمع هنا تاخد سنتين هنا هو بناخذ المقدرات والشغل على مستوى المحلي في المحافظة بحيث اننا كل المقدرات اللي احنا جمعناها هنا هو بنضع نستثمرها في بناء المجتمع اللي احنا حنبنيه اللي هو حنسميه نمرة سبعة اللي موجود هنا هو يبقى احنا عرفنا الخطوة الاولى لنقطة صف كان الاجتماع عشان نعرف اين نذهب نمر واحد واثنين وثلاثة اللي هو بناء الوعي المجتمعي نمر اربعة تجميع المقدرات المجتمعية ومعرفة المقدرات المجتمعية كلها نمر ستة نمر خمسة اعادة توزيع هذه المقدرات نمر ستة اللي هو هنا هو تنظيم النقطة الخضرة الصغيرة دي تنظيم عملية بناء الجهاز الاداري الذي سيدير بناء هذا المجتمع اللي هو في نمر سبعة يبقى في النمر سبعة سبعة اللي هي دي سبعة صفرة دي سبعة ودي سبعة هنا هو وده سبعة ده نمر سبعة دي اللي هو ان انا بعمل مجتمع جديد انشئ مجتمع جديد اللي هو بياخذ مني ايضا في المرة سبعة من أربع لخمس سنوات بناء المجتمع لا يأخذ شهر أو شهرين ليه؟ لأن أنا بخش في المجتمع المحلي هنا هو بعد ما أخذت المقدرات عندي وصنعت إدارة لتوزيع هذه المقدرات وإدارة هذه المقدرات أنا بابني الأسواق بابني المدارس بابني المزارات المحلية بابني الشوارع بابني الطرق بابني كذا وبابني كذا وده بابني النفس اللي احنا بدأنا فيه الوعي والإدراك اللي هم أربع أو الخمس سنوات والسنتين وبعدين ننزل مرة تانية يبقى عملية رفع الوعي والإدراك مستمرة سواء كانت من اليوم الأول لو واحد واثنين وثلاثة وخمسة نحن نقول سبع سنوات وتستمر في أثناء عملية بناء المجتمع الحقيقية اللي هي بناء الأرض بناء المنشآت مفيش منشآة تبنى أو مدرسة تبنى أو وزارة تبنى أو محافظة تبنى أو إدارة في المحافظات تبنى إلا على رفع الوعي ورفع الإدراك ورفع الفهم المجتمعي رفع الفهم والوعي والإدراك فلذلك الفهم والوعي والإدراك ارجع تاني مرة تانية تبدأ من هنا أربعة لخمس سنين وهنا الفترة النمر الرابعة دي بتستمر السنتين وتبقى يبقى هنا من خمسة لسبع سنين وتنزل تاني ترجع تاني وكل الأمور اللي احنا بنقوم بيها في المراحل المختلفة لا تتوقف فيها عملية الفهم والوعي والإدراك عن التوقف نرجع تاني نكمل بعد كده فلذلك هنا في قلنا سبع سنين بقى هنا في حوالي سنتين هنا هو لغاية من خش هنا هو وبعدين في الأربع لخمس سنوات اللي احنا بنى فيها المجتمع المحلي ده يستمر رفع الفهم والوعي والإدراك ولا ننقطع عنه أبدا حذاري 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 أن تقولوا أننا أصبحنا عندنا المال وعندنا الخطة وعندنا الرؤية فنخبع رفع الفهم والوعي والإدراك ستنقلب الخطة رأسا على عقب وسيهضر المال وسينتشر الفساد الفهم والوعي والإدراك مستمر قاطع في كل مرحلة من مراحل بناء المجتمع أو إعادة بناء المجتمع مستمرة يعني دي فرد عين وفرد قاسم مشترك أعظم لا تتوقف عنه حتى ولو اكتملت أركان بناء الدولة أو اكتملت أركان بناء المجتمع ده تتوقفه عن رفع مستوى الفهم والوعي والإدراك جزء من الذي نراه الآن في المنطقة العربية وغيرها هو عدم الفهم ليه؟ لأنه فيه جهل جهل تغييب للعقول وخبراً تمصر البصائر وتمصر البصيرة لعند الناس وتعمية للأنفس والأذهان فلذلك الناس أصبحوا محترين كل يوم هم في شاء مختلف عن اليوم الآخر فعملية رفع الفهم والوعي والإدراك القائمين على التعليم والتعلم تعتبر فردعين على كل أم وكل أب مش بس كل محاكم أو كل مسؤول لا عن الأم في البيت والأب في البيت والشيخ والإستيس في الكنيسة والمدرس في المدرسة والصحفي في الجريدة والإعلامي في التلفزيون وكل والأديب في السينما والممثل في الى آخرة لا نتوقف في بناء المجتمع عن رفع الفهم والوعي والإدراك هنبني خلاص أصبح ناخدنا المقدرات من هنا وحطناها هنا وستطعنا نبني الطرق والكباري والمزارع وكذا وكذا بدون فهم وبدون وعي وبدون إدراك ستتفكك مثل هذه المجتمعات وستصبح مجتمعات هشة كما نراها اليوم دول غنية جدا 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 كانت دولة داودة العراق أو ليبيا بكل المقدرات اللي عندها وبكل الإمكانات اللي عندها كانت دولة هشة لماذا؟ لأن الفهم والوعي والإدراك غابوا عن آذان وأذهان وبصائر وصرائر أبناء هذه الأوطان فمهما عظمت فمهما عظمت دخل الدولة من الموارد المادية إن لم يقابله رفع للفهم والوعي والإدراك المبني على التعليم والتعلم المبني على المساحة الحرية التي يتمتع بها كل مواطن في الوطن كل مواطن في المجتمع يبقى مساحة الحرية التعليم والتعلم الفهم والوعي والإدراك وبعد كنا نتحدث عن الموارد المادية اللي بتتكلم فيها المجتمع إذا كان الأمر واضح بالنسبة لنا يبقى نتكلم هنا أربع لخمس سنين عشان نبني المجتمع المحلي في كل محافظة بعد أن بنينا مصار رفع الوعي والفهم وإدراك وبعد ما عرفنا مقدرات المجتمع بتاعنا وبعد ما قعدنا توزيع هذه المقدرات على كل محافظة وعلى كل مدينة وعلى كل قرية حسب حاجتها والمحافظة الأغنى تعطي من عندها المحافظة الأقل أو الفقيرة إلى آخر ويبقى إحنا كده وصلنا من النقطة للنقطة السبعة النقطة السبعة هم نتكلم فيها إيه؟ نتكلم فيها عن عن اللي هو بناء المجتمع بعد كم سنة تقريبا بعد أربعة حوالها في الآخر دي نمنا ثمانية دي بقى ودي دي التحدي الكبير كنت أنا في يوم من الأيام في العراق في الف وتسعمائة ستة وتسعين بنوضع الأوحوم الأضاحي وكان ممنوع منعن باتا أن تنقل المواد الغذائية من محافظة إلى محافظة حتى في بعض الدول ممنوع منعن باتا أن تنقل من محافظة إلى محافظة ليه؟ عشان تفضل كل محافظة معتمدة على القيادة المركزية وده خطأ 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 قاتل 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 فعشان ننقل الأحوم الأضاحي من بغداد ساعة ستة وتسعين للبصرة خدنا ورقة تصريح من الوزير رحمة الله عليها وزير الأوقاف اللي عشان ننقل على السيطرات السيطرات لها الحدود ما بين المحافظات والمدن يعرفنا عنها تصريح من الدولة ونقلناها فعلا من كل محافظة إلى المحافظة الأخرى الخط الأسود اللي هو ده النمرة 8 ده اللي هو معنى إيه؟ معنى التواصل المباشر بين كل محافظة ومدينة ومحافظة ومحافظة ومدينة ومدينة وقرية وقرية دون الرجوع للقيادة المركزية لأن الحيثيات اللي هنا لنضرب المسر إذا كان في المحافظة دي مثلا أو في المدينة دي مثلا حصل كارثة ما فيش تواصل بينها وبين المدينة أو المحافظة أو القرية اللي جنبها دي كلها وهنا أعتمد اعتماد كل يعني أن نجع هنا لا لابد يكون في تواصل هنا وفي تواصل هنا يبقى في تواصل أفقي ما بين المدن والقرى والمحافظات وفي تواصل رأسي ما بين هذه المحافظات والقيادة المركزية في المركز إحنا دايما دايما بنقول إيه؟ دايما بنقول إن إحنا بنئنا دلوقتي خلاص عرفنا الطريق بتاعنا رفعنا الوعي عرفنا المقدرات عدنا توزيع المقدرات بناء المجتمع المحلي لكن المجتمع المحلي ده لابد أن يكون متواصل مع كل المجتمعات المحلي الأخرى يعني دي مثلا محافظة X دي محافظة Y دي محافظة Z يكون في تواصل بينهم تواصل تجاري تواصل ثقافي تواصل اجتماعي تواصل تعليمي إلى آخره إلى آخره إلى آخره لا يكون هناك حرج من هذا الأمر لان ده هيقوي ده وظفته ايه ده بقى هنا نمر 8 اللي هو هياخذ مننا حوالي 3 سنوات في بنائه يعني احنا ما نبني ده هنبنيه في 3 سنوات لما نبني المجتمع هنبنيه 4-5 سنوات لما هنبني 5-6 دول اللي هو على التوزيع وقدارة المقدرات دي حوالي سنتين نمر 4 هنتجمع من سنة لسنتين الهو 2-3 هناخذ 4-5 سنوات فهنجد ان احنا ليه احنا بنبني التواصل بين القرى والمحافظات دي لان دي الشبكة اللي هتمسك الدولة دي الشبكة اللي هتمسك ايه الوطن دي الشبكة اللي هتمسك المجتمع لو الشبكة دي مش موجودة شايفش اللي سود ده لسود ده لما فيش تواصل ده بينهم بعضهم مع كل محافظة وكل قرية في تواصل هتلاقي الدولة مشة زي خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة خطوط مستقيمة متجنسة لكن مش متماسكة وكلها تعتمد على مصدر واحد اما لما نبني الشبكات والتواصل دي بين المحافظات والقرى وبعضها وبعضها هنلاقي ان ايه الخطوط دي اصبحت صلبة قوية متماسكة وكل منها عرفت تنمي مقدرات المجتمع المجاور لها عرفت تنمي مقدرات المجتمع المجاور لها واصبح التواصل بينها تواصل قوي وده اللي نحن نسمي هي التواصل الافقي والتواصل الرأسي التواصل الافقي بين المحافظات وبعضها التواصل الرأسي مع الحكومة المركزية ننظر للمسيرة دي كلها هتأخذ مننا كم سنة نرجع تاني من الصورة الاولية يقبلوا اول حاجة اول حاجة اللي هو نقطة الصفر اللي هو الشخص ده اللي كان امرأة او رجل او بعد كده المجموعة دي هياخدوا من سنة لسنة لسنة اكتبوا عندكم من سنة لسنة خلاص نخش في او بقى مرحلة عملية بعد التفكير واحد واثنين وثلاثة هياخدوا مش اقل من اربع سنين لخمس سنين بداية رفع الوعي المجتمع نمرأة اربعة يبقى احنا اول واحد واثنين بقى اربعة لخمس سنين نمرأة اربعة لما تجميع الموارد هتأخذ من سنة لسنتين عشان يتفق كل هؤلاء الناس على ايه الموارد اللي هما في المجتمع اللي عندهم نمرأة اربعة تأخذ من سنة لسنتين اللي بعد كده نمرأة خمسة اللي هو اعادة توزيع الثروات مرة اخرى للخط الاخضر ده وادارة توزيع الثروات دي شايفين خط الاخضر الكبير ده احنا اخذنا النصيب المجتمع ده ونصيب المجتمع ده فرجع النصيب ده هنا هو من خلال خمسة وستة دول بياخدوا حوالي سنتين اللي هو بنعمل مجالس المحلية وفي نفس الوقت بنعمل ادارات المحلية عشان نستطيع نبني المجتمع على اصفر نمرأة سبعة اللي هو بناء المجتمع على المحلي ده بياخد من ارب لخمس سنين اللي بتكون في كل الادارات اللي احنا عاملينها والمنشآت اللي احنا عاملينها ده نمرأة سبعة نمرأة تمانية اللي هو بييجي في الاخر اللي هو التواصل ما بين كل المحافظات وبين كل القرى والمدن بتاخد حوالي ثلاث سنوات ده مهم جدا 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 المعسم اللي حيربط ما بين كل قرية وكل مدينة وكل محافظة يبقى ابناء المجتمع ده ياخد كليا من خمستاشر سنة الى تسعتاشر سنة خمستاشر العشين ودي الفترة اللي فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا يوسف عليه السلام كان الحلم بتاعه سبعة وسبعة سبعة سنين السمان ثم سبع بقرات السمان ثم سبعين عجافة أربعتشر سنة وكان فيه فترة تانية فيه عام عام فيه وغيره الناس وفيه يعصرون هادي دي فيه واحدة بعد كده الاسبعين اللي بعد كده هو دي الصورة النهائية المجتمع يعني هي الصورة معقدة شوية ودي رسمة أنا الشخص أنا مش فنان طبعا زي ما أنتم عارفين لكن دي الصورة المعقدة اللي هي فيها عشان نبني الشبكة دي كلها المجتمعية دي مش هتاخد أقل من خمستاشر لعشرين سنة لو نظرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله سبحانه وتعالى بالوح كانت فترة البعثة بتاعته وابناء المجتمع في المدينة قرابة تلاتة وعشرين سنة لو نظرنا لفترة سيدنا يوسف عليه السلام كانت فترة بناء المجتمع الاقتصادية كانت حوالي خمستاشر سنة أو اربعتاشر سنة لو نظرنا لأشياء العملية اللي احنا شفناها حاليا في بعض التجارب العملية اللي احنا منشوفها نجد أن فترة بناء المجتمع في ماليزيا خلت أكتر من عشرين سنة في عصر مهاتير واهتم فيها برضك زي ما تكلم احنا اهتم فيها من أول يوم لما أنا قبلته أكتر من مرة اللي كنا بنصرف على التعليم قرابة تلاتة وعشرين أو اتنين وعشرين في المية من ميزانية الدولة اللي هي التعليم اللي هو معناها التعليم والتعلم والفهم والوعي والإدراك اللي خرج ماليزيا من اللي هو إنها أحد الدول المتخلفة في وسط أسيا إلى أحد النمور التسعة الأقوية في جنوب شرق أسيا خلت من مهاتير مهمني دي تلات أمثلة وحاليا لو ضربنا المثل ببلد زي تركيا ودوقتي مش فاكر الفطرة اللي الحكومة الحالية بتحكم فيها تعدت إلى 14 سنة إلى آخره في بناء الوعي المجتمع فلما ننظر هنا عشان نبني الصورة دي في الآخر لأن من واحد من صفر مش من واحد الفكرة في موقع القائد والمجموعة بتاعته هي في النقطة الصفر ونقطة الانطلاق من الصفر لتمانية تاخد من 15 إلى 20 سنة نرجع ونختم ونقول إن أردنا أن ننظر للقضية السورية حاليا إن أردنا أن ننظر للقضية العراقية حاليا إن أردنا أن نظر للقضية اليمنية حاليا إن أردنا أن نظر للقضية الليبية حاليا إن أردنا أن ننظر للقضية جنوب السودات حاليا لابد أن نمشي بطبيعة الأشياء طبيعة الأشياء اللي احنا تعلمناها إن ما فيش مجتمع حيوبنا ما بين عشيات وضحاء ما فيش مجتمع حيوبنا دون إيمان القيادات المجتمعية ببناء هذا المجتمع مفيش مجتمع حيوبنا دون إيمان مش فصل قيادات المجتمعية دون إيمان المواطن نفسه لابد المواطن نفسه يكون عنده انتماء للمجتمع وانتماء للوطن وانتماء للثقافة والتاريخ والحضارة والقيم بتاعت هذا المجتمع لابد كل فرد في المجتمع لأن كل فرد لي دور في إبلاء مثل هذا المجتمع مفيش مجتمع حيوبنا دون أن نعرف ما هي مقدراتنا ما يجوش ناس يعرفوا مقدراتنا من الأقمار الصناعية واحنا مش عارفين إيه اللي تحت رجلنا ها سواء كان مياه أو سواء كان معادل أو سواء كان إلى آخري إلى آخري إلى آخري فكل هذه الأشياء لابد أن تعرف ما فيش مجتمع حيابنا بفصيل واحد أو بمجموعة واحدة أو بتوجه واحد أو بقيمة واحدة لابد كل قيم عشان كده احنا شايفين الألوان المختلفة دي دي بتمثل التمييزات المجتمعية المختلفة اللي بتحول تضع النسيج المجتمعي المتكامل ما فيش مجتمع أبدا 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 حيبنى برأي واحد أو بفصيل واحد أو بقطاع واحد أو بفكرة واحدة إلى آخري حيشارك في كل فرد من أبناء المجتمع فعلى القيادة أن تفسح المجال وتوسع مجال المشاركة المجتمعية لكل شخص من أبناء هذا المجتمع وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وأتمنى أن الفكرة المعقدة دي اللي أنا كتبتها ورسمتها بأدية تكون واضحة بالنسبة لكم ولو مش واضحة وعايز أن أكلمكم أو أحطو لكم بعض الميسيجيز أنا ما عنديش مشكلة بكرة حقولها بالانجليزي ونأكسب جدا على التأخير النهاردة ربع ساعة ربع ساعة أو 14 ديارة تقريبا فيه طبعا تعرفين البث في البي بي سي اللي بتاعتنا احنا بي بي سي و سي إن إن النهاردة كان يعني الكاميرات متعطلة وكل سامن طيبين ونشوفكم غدا إن شاء الله بالانجليز tomorrow we'll see you إن شاء الله at Habas 11 same subject in English إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته